ان شاء الله نكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب المعاصر للصف الثالث السنوي. هناخد النهاردة الجزء الاول من لسونز ثري اند فور. هناخد كل ما يتعلق بالكلمات بالفوكابلاري من مشطقات. وكمان هناخد السينونم والانتونم المراضف والمضاد. وكمان البروبزيشنز والاكسيبرشنز حرف الجرة والتعبيرات الهمة. وهنحل على ده كله اسئلة. ونقول السبب بتاع الحل. كل ده و اكتر معنا النهاردة. خليكم معنا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصر احمد العبد من قناة دروز ساعة المياه اونلاين. لو ديت اول مرة لك معنا ونورتنا في القناة. ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتشارك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله. ولو ما كنت شفت الفيديوهات اللي فات من شرح كتاب المعاصر للصف الثالث السنوي. هسيب لك رابط قائمة تشغيل شرح من اجل الصف الثالث السنوي في اعلى شاشة انا بتكلم او هسيبها لك في الوصف اسفل الفيديو او هثبتها لك في التعليقات اسفل الفيديو. نبدأ مع هم الكلمات الموجودة في لسونز ثري اند فور. اول حاجة طبعا. adventure. argument. builder. care. celebrate. challenge. conclude. consider. contact. debate. elderly. exception. further. generation. grand children. grandparents. ignore. introduce. عمد العالمين. lead. طبعا ديها تلمضي منها. mentally. motivation. necessarily. optimistic. passionate. physical. physically. pointless. refreshing. rely. remain. respect. retire. solution. tough. translate as. typical. دي اهم كلمات اللي موجودة عندنا. نحل على اسئلة. number one. a child doesn't like a twin you their requests. طبعا الاطفال ما بيحبوش ايه? لما انت تعايزوا لك ايه? ترفض يعني او تتجاهل طلبهم. طبعا requests يعني طلبات. يعني طلبات. يا ترى ignore. consider. celebrate. retire. طبعا ignore يا تجاهل. consider. يعني يفكر فيه او ياخذ في الاعتبار. celebrate. يحتفل. retire يا تقاعد. ازن هتبقى طبعا ايه? ignore يا تجاه. الطفل ما يحبش لوحة تتجاهل ايه? طلبات بتاعته. number two. you're not are your fathers and mothers parents. الولدين بتعباب بابا وماما. دول اسمهم ايه? هل هقول grand children احفاد. grand parents اكداد. debate مناقشة او جدال. argument جدال. ازن هتبقى ايه? grand parents. letter b. تمام. number three. most young people are not about football. they are crazy about it. معظم الشباب يعتبروا علاقتهم ايه? بكرت القدم. ده هم ايه? crazy. مجنونين بيها. يبقى دول typical اللي انا موزاجي. ولا الطفل صعب المرس او شديد. ولا pointless بلا طائل. ولا passionate يعني مولعبي او شغوف بي. طبعا ايه? passionate. تمام? letter d. number four. all students must wear the schooling for. كل الطلاب لازم اللبسهم زي المدرسي. you are no. ما فيش اي استثناءات عايزه لك يعني هل motivation اللي هي دافعية? generation اللي هو الجيل? ولا exception استثناء? ولا contribution مساهمة? طبعا اللي ترسيه. ما فيش اي استثناء عن القعدة دي. number five. the last paragraph of an essay. يعني اخر فقرة في المقال. what has been written in it? بتعمل ايه في اللي احنا كتبناه كله? اكيد طبعا بتلخصه يعني. يبقى cares ولا concludes ولا contributes ولا introduces طبعا ايه? concludes. concludes يعني ايه? يعني طبعا بتختم كل اللي احنا عملناه. طبعا كير يعني يعني اعتني contribute to him introduce يعني يقدم. number six. he can't remember anything. وطبعا ما يقدرش يتذكر كل شي. he is disabled. هو عنده اعاقة ايه? هل هقول ايه لدر لي? يعني من كبار السن? ولا نستسر لي? ولا ضروري بشيء ضروري او بصورة ضرورية? ولا mentally عقليا ولا فيزيكي لي بدنيا? طبعا هو مش ادري فتكر اذا اندي حاجة في العقل بقى ايه? mentally تمام. number seven. being not he always looks at the positive side of everything. طبعا يكونوا يبقى ايه? دائما بينظر للجانب الايجابي لكل شيء. اذا طبعا ده شخص متفائل يبقى ايه? optimistic تمام. number eight. you're not are the children of your children. يعني ولاد ولادك اسمهم ايه? اسمهم احفاد. لهم ايه? grand children. تمام. number nine. i find this argument not. we will never reach an agreement. والله انا شايفي المناقشة ديت ملها. احنا طبعا عمرنا ابدا ما هنوصل الاتفاة. يبقى طبعا المناقشة ديت ملهاش اي لازمة او ملاش اي فايدة. هل هقول typical نموذجية? flexible. يعني مرينة. pointless. بلا طائل. passionate يعني ملعبي او شغوف. طبعا تبقى ايه? pointless. يعني لا طائلة منها او لا فايدة منها يعني. number ten. the ينقر نقط طبعا ينقر نقصوب بيها. اللي هو ايه? يعني الشباب يعني. find it easy to deal with modern technology. طبعا بياجدوا من السهولة التعامل مع ايه? تكنولوجيا الحديثة. هلأ قول motivation دافعية. generation yield. exception استثناء. contribution مساهمة. طبعا letter b generation. يعني يجي للشباب بياجد سهولة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. number eleven. the new law of education. القانون الجديد بتاع التعليم. has been lately. طبعا نعمل ايه مؤخرا? cared ولا concluded ولا contributed ولا introduced. طبعا هنا بيكلم عن قانون الجديد في التعليم ده. يعني عايز يقول لك ظهر مؤخرا او ممكن اقول طيب ما تقديمه مؤخرا يبقى letter d introduced. طبعا يعني اعتني او اعتنى. concluded اختتمة. contributed ساهمة. number twelve. it is the right thing to respect people. يعني افضل شيء طبعا نحن نحترم الناس اللي هون elderly كبار السن necessarily بشكل ضروري. mentally بصورة عقلانية. physically بدني. يبينى mentally بصورة عقلية او عقليا يعني. وفيزيكالي بدنيا. طبعا ما فشلت من دون. ازان هتبقى ايه elderly يعني نحترم كبار السن. number thirteen. there was a or an about combating air pollution. combating هنا يعني يكافع او يواجه. air pollution تلوث الهواء. held in our school yesterday. كان فيه في المدرسة بتاعتنا معمول عشان نكافع بالتلوث الهواء. طبعا هنقول احفاد. respect احترام. debate منعشة. argument اللي هو ايه. قولوا علىها جدال يعني. طبعا هتبقى ايه debate. يبينى debate يعني ايه. مناقشة حول ايه. كيفية مكافحة مثلا التلوث الهواء. number fourteen. we are not samas birthday on july sevens. والله عايزوا لك احنا ايه. بنحتفل يعني بعيد من الهاتف سما. فين يوم سبعة جولاي. سبعة يوليو. تمام? you are giving a big party. وهنعمل ايه? نعمل حفلة كبيرة. ignoring يعني يفكر فيه. celebrating يعني يحتفل. يحتفل. طبعا ايه? letter c. هنحتفل به طبعا. number fifteen. this hot weather is not of January which is a cold winter month. طبعا عايزوا اللي هنا ان الطاقس الحار ده مش شيء نموزاجي موجود في شهر يناير. طبعا لان شهر يناير يعتبر ايه من الشهور بتاع الشتاء. فبالتالي اللي مش هين فاحقول ايه طف اللي هو صعب المرس او شديد. pointless بلا طايل. باش نيت مولع او شغوف. هتبقى طبعا ايه. تمام? يعني الموضوع مش نموزاجي اوي او الطاقس مبقاش حر في ايه في شهر يناير يعني. number sixteen. my parents have made great not to my personal and work life. الولدين بتوعي كان لهم ايه كبير جدا في حياة العملية وحياة الشخصية. motivations. generations. generations. exceptions. contributions. هل هقول الولدين بتوعي كان لهم motivations دفعيات ومحفزات. agial generations. الا exceptions استثناءات. ولا contributions اللي هي مساهمات. طبعا لتر دي. ماشي? number seventeen. it's common in upper egypt. that. طبعا معروف الصعيد. ابر ايجبت يعني ايه? صعيد مصر. that the young not for their grandparents. ان طبعا الشباب طبعا بيعتنوا بمين بالاجداد وده حاجة مميزة فيهم. يبقى ايه? care for. تمام? طبعا منفعش يكونكلود يختم. contribute you saem introduce. يعني يقدم قلنا معناها قبل كده. number eighteen. being over sexy. يعني الكون الواحد يبقى فوق الستين. does not not mean you can't work. مش معناه ان انا مقدرش اشتغل. يبقى ليس بالضرورة. يبقى necessarily. تمام? number nineteen. the not i had made. الحاجة اللي عملتها ديت. did not persuade them. لم تقنعهم. to agree to my suggestion. انهم ما يوفوا على اقتراحي. طبعا نكلم على ايه? grand children والrespects والا debates والا arguments. طبعا arguments. يعني الجدالات بتاعته والمنواقشات اللي عملتان معهم. طبعا ما قنعتهم شي انهم ما يوفوا على اقتراح بتاعي. number twenty. the first thing to not is to raise the staff's salaries. is. it is an urgent demand. عايز قولك اول شيء. المفروض تفكر فيه يعني انك ترفع الوجود بتاع التقم اللي هي العمل. ليه? لاني ديت urgent demand يعني طلب ايه طلب عاجل. اقول ignore يا تجاهل. consider ياخذ في الاعتبار او يفكر فيه. celebrate يحتفل. طبعا ايه? number twenty one. times are being for me. الله الوقت بالنسبة لي. I have lost my job. انا فقط الوظيفة. بالشغال يعني. and my father is very ill. وبابا تعبان. از الوقت ده ده جوه كله جوه صعب جدا وشديد. يبقى تبقى تطف. يبقى الوقت ده بالنسبة لي اعتبار ايه? وقت صعب جدا. number twenty two. nearly everyone needs. تقريبا كل واحد بيحتاج الى ايه? it encourages. بيشجعه. him to go on facing difficulties. طبعا عند الحاجة ده بتشجع الواحد ان هو يواجه الصعوبات. طبعا ديت ايه? حافز ودفعية. يبقى ايه? motivation. تمام? number twenty three. volunteers not their time and efforts to charity work. المفروض يعني المتطوعين دول عايزوا اللي لازم يعني وقتهم والجهد بتاحهم المبزول يعني يبقى للجمعات الخيرية. هل هقول care? conclude. contribute. introduce. طبعا ايه? contribute. contribute to يعني يساهم فيه. number twenty four. he can't use one of his hands. he is disabled. والله هو مش عارف يستخدم احد ايديه الاثنين لانه عنده ايه? disabled يعني عنده عاقة ايه? كده عاقة بدنية. يبقى physically. number twenty five. showing not to others is good behavior. يعني ما لوحد يظهر ايه للاخرين? ده يعتبر سلوك جيد. طبعا لمزلهم الاحترام. يبقى ايه? respect. تمام. number twenty six. I think one should not as long as they are mentally and physically able to work. والله يعتقد ان الواحد مفروض ما يعملش ايه? طالما هو طبعا كويس عقليا وبدنيا ويقدر يشتغل. يبقى هنا retire. مفروض ما يفكرش في التقاعد او الاستقالة. number twenty seven. the cool wind. fail to not. والله يعايزه لك ان رياح الباردة او اللطيفة. بتخليه واحد يشعر بايه? هل optimistic. refreshing. stressed. overworked. طبعا ايه? refreshing. متبقى رياح منعيشة زي ما بقوله. نجي بعد كده الجزء الخاص. vocabulary study. اول حاجة هنا اقول لك verbal collocations. متلازم. نطلب زيه? يعني متلازمات ان عبارات معينة او كلمات معينة بتجمع بعضها ملتزمة مع بعضها. من لازمها يعني زي ما بقوله بالبلد. يقول لك هنا ايه? celebrate the contributions يحتفل باسهمات. do physical work يكون بعمل بدني. do volunteer work يكون بعمل تطوعي. get older يكبر في السن. give reasons before يعطموا ببرارات لي. have a tough time يمر بوقت عصيب او شديد. have contact لديه تواصل. introduce laws يصدر قوانين. keep active يظل نشيطا. lead a not life يعني بيعيش حياة ايه? ممكن تكون miserable life حياة بائسة. happy life حياة سعيدة. make a contribution to يقدم اسهاما لي. make an argument يقدم تبريرا. miss friends يفتقد الاصدقاء. show respect يزور الاحترام. take a look يلقي نظرة. نجي هلأ اسئلة على جزء بتاع الكلوكيشنز. او الحاجة عندي هنا يقول لي ايه? it is the authority of the parliament. دي تعتبر سلطة البرلمان. to not new laws and modify old ones. انه يعمل ايه? عزو لك انه يبدأ يعني يقدم او يعرض قوانين جديدة او يصدر قوانين جديدة. وكمان modify يعني يعدل old ones القوانين القديمة. طبعا احتي بقى introduce. قلنا لسه introduce laws يعني ايه? يعني يقدم قوانين او يصدر قوانين. number two. we all value the so many contributions you have to our society. والله احنا بنقدر value يعني يقدر الكل الاسهامات الكتيرة جدا اللي انت ايه? اللي انت عملتها. اذا انا نعيز حاجة عشان كلمة contributions. ايه? الفعل اللي بيجي مع contributions طبعا make. بس انا جاب هالي ماضي عشان زمن الجملة. يبقى made contributions. يعني كل الاسهامات اللي انت عملتها في المجتمع. number three. my father has older and weaker. بالله يبقى طبعا بيكبر وجسمه بيضعف. يبقى ايه? good. احنا قبل كده ان كلمة get لما يجي وراء صفة بتدي الفعل من الصفة دي. فهنا good older يعني اكبر في السن. وكمان weaker يعني ايه? يعني جسمه بيضعف يعني يضعف في الجسم. number four. a party is being given to. والله عايزو لك ان الحفلة is being given يعني يتمي عددها يعني to not the contributions of mr. ناصر. عايزين ايه? نحتفل يعني باسهامات mr. ناصر. on the occasion of his retirement. بمناسبة ايه بقى? اللي هو ايه? تقاعد بتاعه. اذا احنا هنعمل ايه? هنحتفل يبقى celebrate. تمام? number five. when i am away. i my family and frame this very much. والله لما لوحد بيبعد مثلا خارج البلد او كده. بيفتقد طبعا اصرته والذكاء. يبقى miss. تمام? number six. i want to another. look at the car. والله عايز اقلقي نظرة تانية يعني على العربية او السيارة. before i decide to on buying it. قبل ما كرن نشريها. يبقى ايه? يقولك want to another look. يبقى هنا اسمها take a look. يلقي نظرة. بتبقى نظرة سريعة يعني. number seven. pardon me. i can't any reasons for my decision. يقولك يعني معزرة يعني احسن احسن احكيك عذرا عندما يقولهم. i can't. طبعا اي كانت ايه? هنا give. مش ادر اقولك اي ايه ازباب او مبررات for my decision على القرار يعني. number eight. i will never forget. انا عمري ابدا مهنسة. the time. الوقت العصيب. i not when i was infected with coronavirus. عمري مهنسة الوقت العصيب اللي عدي علي. اللي كان عندي يعني لما كان عندي فيروس كورونا. بقدر اشترك عنكم كلوك يعني. ازان تبقى ايه? had. يعني had a tough time. number nine. it's good behavior to. والله هده سلوك جيد او حسن. to not respect to the elderly. ان انت طبعا ايه تظهر الاحترام لكبر السن يبقى ايه? show. تمام. number ten. homeless children. الاطفال اللي هم بلا مقاوة او المشردين. a life of misery. عاجلك بيعيشوا حياة بائسة. طبعا هنا يعيش حياة لي ايه? lead a life. تمام. number eleven. physical work helps you keep fit. طبعا العمل اللي وابدوا عليه بدنيه طبعا بيساعدك عشان يبقى عندك لياقة. يبقى لما قوم بالعمل ده يبقى هنا ايه? doing physical work. تمام. يبقى بعد كده بقى. الاكسبريشنز والايد يمستعبيرات ومصرحات. اول حاجة يقولك. a long distance runner يعني عداء مسافات طبيلة. after all برغم كل ذلك او في النهاية. aged over 65 عمره اكثر من خمسة وستين عام. care homes دور الرعاية. continue working into يستمر في العمل حتى يصل الى. do whatever they want يفعلون ما يردون. in other ways بطرق اخرى. keep you healthy يبقيك بصحة جيدة. life experiences تجارب الحياة. make it harder يجعل نقاط اصعب. of her age من نفس عمرها. post on social media ينشر على وسائل التواصل. بعد كده elderly people كبار السن. have very little contact with لديها تواصل قليل مع. international day for older persons اليوم العالمي الكبار السن. see not in a more positive light. يعني يرى شيء بمنظور اكثر ايجابية. حلونا عكسها اللي هي negative. show respect for يظهر الاحترام لي. typical of مثال نموذجي لي. united nations الامم المتحدة. بعد كده ناخد بقى التعبيرات المترضف. اول حاجة ايه? from my point of view. يعني من وضية نظري. play in my opinion. لما قولك further reason بتسوي in addition. هناك سبب اضافي وهو. get to. تسوي reach. بتسوي fulfill. بتسوي achieve. اللي هي عملها يحقق. مثلا الهدف بتاعه. to be cause of. يعني بسبب. passionate about. بتسوي very keen on. بتسوي very enthusiastic about. بتسوي addicted to. دي كلها معناها لديه شغف بي. rely on. بتسوي depend on. بتسوي count on. يعتمد على او يعول او يعول بقى على. العمودة العليمين. take it easy. يعني خذوا الامور ببساطة زي ما قولك. يعني take things easy. يعني relax. هون عليك. the first thing to consider. اول شيء يوضع في الاعتبار. بتسوي first of all. بعد كده. the over seventies. يعني the people who are over 70 years old. الناس اللي هم خاص. الذين لم تتجوز اعمرهم ايه? سبعين عام. to conclude. so in conclusion. الخلاصة. نستنتج ان. to some extent. يعني طبعا هنا بتسوي partly. لا حد ما. we can't ignore. بتسوي طبعا don't forget that. لا يمكن ان اتجهل ان. نجي بعد كده حروف الجر. والفعل اللي بيجي معها طبعا. او الفعل وحروف الجر بتاعته. اول حاجة يقول لك agree with. يتفق مع. contribute to او towards. تعمل بيجورها اما اسم اما في البلاس اي نجي. لا يساهم في. disagree with. يختلف مع. help with. يساعد في. learn from. يتعلم من. see نقطة as. يرى شيء معين ك. او يعتبر نقطة. speak to. يتحدث الى. translate as. يمكن ترجمته ك. اول حاجة في الاسئلة بتاع البروبزيشنز والليه. والليه التعبيرات المضردف. اول حاجة. number one. although most. ازولك ان على الرغم يعني معظم الناس. most people retire. بيتا قاعدهم. from work at the age of 60. في سنة as2. they can contribute. ممكن يساهمهم. otherwise to their society. طبعا هنسا سألين contribute to. ايه? contribute to. تمام. number two. which of the following give a meaning near to a further reason. يعني ايه من التالي? بيدي معنى further reason. يعني كلمة ايه? اللي يازم بقولك سبب او بالاضافة الى. يعني سبب اضافة يعني. طبعا هنتبقى ايه? in addition. تمام? number three. ايمن is very not about football. he adores it. ايمن علاقته ايه بالنسبة لقرط القدم? ده هو بايه? adores it يعني يعشقها. زند ايه? بقى يعني عنده شغف كبير قوي. يبقى ايه? letter d. enthusiastic. number four. care not means nearly the same as look after. ايه بقى? الكلمة اللي بتساولك افتر يعني بيه? طبعا. care four. تمام? letter c. number five. it's a great success. ده نجاح عظيم. to not your goals. انك تصل او تحقق الهدف بتاعك. طبعا. get to. تنفع. reach. تمام. achieve مضبوط. اذا letter d. تمام. number six. my flight was cancelled. والله رحلة بتاعتي. اتلغت. owing to. بسبب bad weather. الطقس السيء. in this context. في النص ده. owing to. كلمة owing to. can be replaced by. يعني ممكن استبدلها بايه? عشان تساولها يعني طبعا. owing to معناها بسبب. طبعا هتساول ايه? because of. يعني بسبب برضو. تمام? number seven. if you want to express an opinion. لو عايز تعبر عن رأي معين. you can start with. ممكن تبدأ بايه? انا عايز اقول في رأي او من وجهة نظري او ازاي? طبعا from my point of view. يضر ايه? number eight. when you trust someone or something to do what you need or expect them to do. لما تثق في شخص او في شيء. يا طرح انت بتاعاوز محتاج منهم او مطاقع منهم ايه? this means you not them. معنى الكلام ده ان انت طبعا معتمد عليهم يبقى ايه? rely on. تمام. number number nine. coronavirus vaccine is seen. والله كلمة coronavirus vaccine لقاح كورونا. يعني ينظر اليه كايه? sort يعني نوع of protective measures من احد الاشياء اللي احنا بنعملها كايه? كاجراءات وقائية او احترازية جابب بنقول. طبعا هنا seen ايه? طبعا seen as. ينظر له كاحد انواع ايه? الاجراءات الاحترازية. number ten. the closing paragraph of an essay can start with. عايزو لك البراجراف الاخير اللي هو الخاتمة بتاع البراجراف يعني. ممكن يبدأ بايه? هاو اللي اطيبعا to conclude انفع صح. وكمان in conclusion وبالتالي تبقى letter c. تمام. number eleven. which of the following gives? the meaning of we can't ignore. يعني ايه من التالي بيدي نفس المعنى بتاع we can't ignore. لا نستطيع ان نتجاهل. اللي هي ايه? don't forget that. لا تنسى انا. تمام. number twelve. these exercises are typical Mr. Muhammad's work. والله التمرين ديات تعتبر مثلنا مزاكل اعمال Mr. Muhammad. يبقى ايه? يبقى طبعا typical of. number thirteen. some elderly people continue working their seventies. عدوا لك ان في بعض الناس اللي قبر في السن بيستمروا بيستمروا في العمل. دي بقول لك حتى يصل اليه سن السبعين او سبعينات من عمره يعني. طبعا هنا work a work into. تمام. number forty. number fourteen. all my teachers have contributed my success. والله كل المدرسين بتوعي ساهمهم في ايه? في نجاح. احنا قلنا contribute to or contribute a towards. تمامي بالتالي بي. نجي بعد كده بقى حاجة smack leave the confusion بلاحظ الفرق. اول حاجة كلمة ذا. ذا ديت لما تيجي قبل الصفة. كمان معاك معاك ركز معاك في النقطة دي بقى. لما تيجي قبل الصفة. الصفة اللي هي ايه? المفرحة نقولنا قبل كده ان الصفة بتصف الاسم وتاتوكم. تمام? هنا لما قولك بتيجي قبل الصفة ليس بعدها الاسم الموصوف. يعني جاي الوحدة المرادة ما فيش الاسم اللي بوصوفه بقى. فان هذه الصفة تتحول وتعمل عمل الاسم الايه الجامع. شوف لو جبت ذا قبل هشيل كلمة الناس. يبقى ايه? we should show respect to the elderly. تم كده? يبقى انا عندي كلمة دي صفة. وعندي الناس هيت. ديت الموصوف. لو جبت ذا قبل هشيل كلمة بيبل هتبقى على طول ايه? تمام? طب نقطة تانية. ازا استخدام ازا تم استخدام الصغة دية كفاعل فان الفعل بعدها يكون في سقط الجامع. يعني لو جبت ذا ال در ليه في اول جملة في محل فاعل وبعدها فاعل. يبقى ازا انت اسم الجامع هيجي معها لطول ايه? فاعل الجامع. ايه بار مثلا زي اللي قدامنا دية. تمام? لما يقول لي برضو نفس الكلام هاو. يعني الناس الكبار اللي فوق الساعة بعين سنة يعني. وراح اقل لي بعدها ايه? هاو. ازا ان ديت تبقى ايه تعامل معامل الجامع لو جاتك ضمير فاعل. بعد كده احنا بنستخدم بمعنى سواء كذا ام لا. عشان نربط عبرتين طبعا. ودي اطبيقة معناها اقريب او في البناء جملة بتاعتها لجملة شرطة بتاعت اف. فاكرين? يقول لك ايه? بيجرى جملة كم. يعني سواء انت بتحبها او لا. سواء هو وافق او رفض. هينضف الحجرة بتاعته. تمام? عندنا ترانسلات فروم انتو او انتو فروم. طبعا لقول لك ترانسلات فروم انتو. يترجم من لغة كذا الى كذا. زي مثلا ايه رودينا كان ترانسلات فروم ارابيك انتو انجليزي. طب ترانسلات انتو فروم. رودينا كان ترانسلات انتو انجليزي. فروم عرابيك. في ترجم. هي بترجم الى الانجليزي من العرابي. يبقى العكس الجملة. طيب تعطي معنى او يمكن ترجمتها ك. لما قول لك شام نسيم ترانسلات از. يعني شام نسيم ممكن نترجمه زي ما يكون مثلا ايه عيد الربيع او احتفال بايه بمهرجان الربيع زي نقوله طيب كليكتف نونز بقى اللي هي الاسماء التالية بيسمها اسماء كلية كليكتف نونز يعني هي في صغط المفرط لكن هي بتدل على الجمع وممكن هي تاخد فعل مفرط او جمع على حسب الجملة اللي هي موجودة فيها بمعنى ايه كلمة فريق جروب اللي هي مجموعة سطف هيئة يونيون اتحاد سكان the government الحكومة the family الاسرة the company الشركة the committee اللجنة the majority الاغلبية the minority الاقلية the public الجمهورة او العامة the youth الشباب the army الجيش class فصل قبل زوج crew طائرة او طاقم سفينة طاقم الطائرة او طاقم السفينة crowd حجد جانج عصابة نيفي القوات البحرية council هيئة مستشارين audience جمهور university جامعة شوف المثال يقول لك ايه my team has won the cup فريقنا فاز بالكاس my team have won the cup واللي اتنين صح تمام هنا اخلي بقى من اللي جاء بقى دي في فرق بسط بينهم بقى الكلمات اللي فاتت ديت بتاخد فعل جامعة لو استخدمنا معها هوم او هو او اي ضمير جامع اما لو استخدمنا معها which او ايت فتاخد فعل ايه مفرد ركز بقى واعطيح لك حتة ازاي لما قول لك the group who تمام كده المجموعة التي نسلي في المجموعة بقى date the research where honored yesterday يعني الناس اللي في المجموعة دول اللي عاملوا البحث تم تكريبهم بالامس تمام ازا لما يجيب لك هو اكتفوا نوات يقصد بيها الاشخاص داخل المجموعة يبين ما بيقصد الاشخاص والاشخاص دول جامع عشان كده جابوا تمام يبين لما يجيب لك هو مع اسم الجامع ده يقصد الناس اللي في اسم الجامع ده طيب the group which المرة دي جاب لويتش ازا ممكن تحط جنب جروب او تحتها نوات اكتب it لان هنا برضو يقصد بايه بالجروب ان هي اشيء غير عاكل او وحدة واحدة عشان كده جاب فعل ايه فعل مفرد واعتقد ان ده افضل تفسير للنقطة دي نجي نحلها سلعة الجوز بتاعك اول حاجة نمبر ون الجروب ده عامل الهدف بتاعه تمام احنا قلنا فوق هنا لو كلمات دي بيتيجي معها فعل جامع لو جاءت معها هوم او ويتش زي ما قلنا هوم او هو او اي ضمير جامع هنا ايض دي ضمير جامع لا ازن هنتبقى هنا مفرد يبقى ليه طربي يبقى تمام شوف جاب لك ايه ضمير جامع يعود عليه لما يجب ضمير جامع بقى ايه بقى فعل جامع يبقى هنا هاف تمام هنا بيوصل طبعا الليل اشخاص زي منابل كده نمبر ثري ده عربك حكمة كلمة حكمة بالعربي تترجم كا ايه ككلمة يبقى هنا از تمام ممبر فور سواء وفيت او لا يعني يعني سواء حبيت او رفضت القرار بتاعي او ما حبيتش القرار بتاعي انا مش هغيره يبقى هنا او ايه يو لايك تمام بيجوا ارها جملة نمبر فايف اللي هما المعاقين او زاو الهمم عندهم ايه مهارات خاصة ربنا برك فيهم كلهم يا رب طبعا هنا مقصود بيها هاتي باي طبعا هاف تمام احنا كده وصلنا الاخر حلقتنا النهاردة رجعا لو عجبك الفيديو بتنسى شامل لايك للفيديو وتشارك في القناة بتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم مستر احمد العبد من قناة دروس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته